أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين تكثيف الرقابة على أسعار لحوم الدجاج لقطاع المسهلكين بعد شكاوى من ارتفاع الأسعار خلال الأيام الماضية وقالت الوزارة إن الاتحاد النوعي لمربي الدواجن التزم بتوفير كميات كافية تغطي حاجة السوق المحلية وفقا لمؤشرات الاستهلاك وبأسعار تتراوح بين دينارين ودينارين وخمسة وعشرين قرشا للكيلوغرام الواحد الطازج وبواقع دينار وخمسين إلى دينار وخمسة وستين قرشا للكيلوغرام للدجاج أن التفات لبيعه لقطاع المسهلكين وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم إن السوق يشهد تذبذبات في مؤشرات أسعار لحوم الدجاج في ضوء العرض والطلب والكميات المتوفرة في الأسواق